المشكلة اللي كان هو أن هذه تقريباً 20 يوم خرجت الجريدة بواحد الكتابة الموت الأطفال حديثي الولادة والخدج اللي كان بمصلحة الأطفال وكان واحد الارتكل اللي تكتب ومبعد جاءوا بأن خصدوك الارتكل تقلبو على ذاك الارتكل التسريبات من خرجت الجريدوني الموت الأطفال وكانوا بأن المستشفى الأطفال لدينا المشكلة في المستشفى الأطفال ولكنهم لم يكن لديهم بلاصة في القراءة الموت الأطفال لديهم بلاصة في القراءة الولادة لكي كان شدو المحتموى لديهم كالمحتموى أن كل يخرجوا لديهم فعلاً جاءوا تقلبوا وعطيتهم المعطاية كاملة وعطيتهم لغوجيس وعطيتهم مسائل التي يطلبواها كانت تفاجأ نهار جمعة بواحد لا نوت اللي خرجت أنني متوقف على المهام ديالي من اللي تسألت علاج قلت بأنني أنا جاء انتخاب يعني بلوكيت لانكيت اللي خليتهم مشيخدمو ما أن كان هاتشي غير صحيح أنا أعطيتهم وكانوا الناس شاهدين القابلات اللي كانوا خدمين شاهدين بأنني جاءوا وقلت لهم موشنا بغيتو إنا غوجيس بغيتو إنا مثلا معلومات بغيتو وهو سنوفي إفكسيف موم اللي قالوا بأنك انتشنو شنورا كان هنا واحد العريض اللي مسنية بأن الناس شاهدين أنني أعطيتهم أي حاجة بغوها من هذا كان غير السبب لوراء السيطار لمشي هو هذا السبب الرئيسي على شو وقفوني انني هم قالوا هي أنا اللي استرغلت هذه المعلومات مع أن هذه الأشي غير صحيح ولكن أنا جاء متى اللي كان لكم بحاجة القابلات اللي كان لدينا بقاءة الولادة بشكل ما يكون لديهم مثلا مثلا تقواجغ أو تقواجغ بلا إنعاش بلا المسائل اللي خصائزه دارال دولي بيبي اللي كان ترغلوا بيبي اللي يتار活ون في الوقت ولي حتى اللي يتزاد في الوقت ويتطلبوا فيه في ذلك ويكون عنده ضيق التنفسوا أو يكون لديه شيء مشكل، يبقى أنه لا تكون لديه بلصاف الإنعاش، يمكن أن يبقى ثلث يام، ربع يام، خمس يام حتى يموت، ولكن أنا ذكيت المسألة، فعلاً يمكن أن أتخذ ذكية المسألة، ولكن المصرر، والمعلومات، منهما ما أعجبهم، وكانت توقيفي من المهام ديالي، قال لك اللحقة في الأخر من اللي جاء ووقفون منظمة ديمقراطية للشغل، والنقابات والجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني، وجمعيات القابلات بالمغرب، وجمعيات المناتجة عامة وقفوا في هذه المسألة فجاء مخصوصاً، لأن هذا قرار جائر و تعيسها فيه من طرف المدير المزكيجي ليسوا شفائي بن سينا في الرباط، وهذا قرار لذلك المتقبل أنه لديه قرار من السابق من السبق، لا يوجد أي احد الإنطلاق بالمجتمع التكليل، كي أعطوني بأنني بلوكيت لونكت مكانش و كي أعطوني بأنني بلوكيت لونكت مكانش و كما قلت لك هذا ما كانش السبب الرئيسي السبب الرئيسي هو أنه كان أيادي خافية من مرهد شيء اللي أنا خسنين حيد من قاعة الولادة و كان هاد المسألة هذه اللي أنهم وقال في الخارج خرجوا ببيان من بعد الوقفة الاحتجاجية اليوم أمس خرجوا ببيان بأن هذا غير قرار احترازي ماشي قرار متان ديفينيتيف ولكن هو كان في الغالب الأحيان كان غيكون احترازي هما في الخارج خرجوا بيه ولكن هو كان قرار قالوا بخوفيزوغ ما بعد يقدر يكون ديفينيتيف لأنني أنا كان كان وعود بأننا خسنين حيدنا من ديك الفلاصة لأنه كانوا شحويج لي مهم مندخلش بزاف ديال التفسيرات ولكن أنا ياللي تنطل طالب بيه و أنا مكنش عني مشكل في هذه المشاكل هذه لأنني أنا بحلي كندير خدمتي و كندير كسر من خدمتي والناس كلهم كيعرفوني في ذلك المستشفى و خدمت أكثر من 25 سنة باش يجي مدير يمكن عنده معرش و يجي قولي بأنك يخصتك توقفي مع العمل السابب علاش ما عرفش هذا هو المشكل اللي وقع بالضبط زيما تقريبا أنها تشيري كين